أثارت المقابلة المتلفزة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع قناة العالم في جزئها المتعلق بالجيش اعتراضا واسعا فالسيد نصر الله لم يصوب على النفوذ الأمريكي في لبنان كما في كل مرة وحسب بل تعده إلى القول بوجود ضباط أمريكيين في وزارة الدفاع وتلميحه إلى احتمال تأثيرهم على قراراتها في ناس قاعدين بوزارة الدفاع باليوزي ضباط أمريكيين جنرالات أمريكيين الله أعلم إلى أي مستوى يتدخلون في المؤسسة العسكرية لكم موجودين ومعروفة أنا ما أريد أن تشاهده يعني ففي حين قرأ البعض في كلام الأمين العام هجوما على المؤسسة العسكرية وتخوينا لها وتشكيكا بولائها الوطني أكد البعض الآخر حرص المقاومة على المعادلة الذهبية وتمسكها بها عندما يكون هناك في مسرح واحد قوتان عسكريتان تتحركان من غير أي استضامة أو أي تماثل أو أي اشتباك بينهما ومن غير أي احتكاك فهذا يعني وجود أمرين الأمر الأول الثقة والأمر الثاني التنسيق وهذا أمر قائم بين الجيش والمقاومة والعلاقة ما بين الجيش والمقاومة هي في أفضل حالاتها ولا أعتقد أن هناك تشكيك من المقاومة بموقف الجيش ولا بموقف قيادته يبدو من أصحاب التصريح أن الثلاثية الذهبية ما بقتها عايشية ويبدو أن يستبدلوها بالثلاثية تقتصر على المقاومة والشعب المؤيد للمقاومة عادة بس تجي الأمريكان على اليرزي لأن في مساعدات بتقدمة الدولة الأمريكية ومجبورين تجي السفيرة أو مع أحد الضباط الأمريكيين لحتى يبحثوا هالتنسيق كيف بدون يعطوها المساعدات للجيش اللبناني هذه ما بينحك فيها لا سياسي ولا رئيسي ولا تغلغل الجيش الوطني هو جيش اللبناني هو جيش وطني ليست جديدة محاولات الإقاع بين حزب الله والجيش ولا المساعدات الأمريكية له وفق العميد حطيت في حين يرى العميد قطيشة في تصويب نصر الله على الجيش نية لتدمير العمود الفقري الوحيد المتبقي في الدولة لأهداف قد تكون انتخابية وأعتقد أن حزب الله يعرف أن المساعدات العسكرية الأمريكية إلى لبنان ليست بجديدة والعلاقات العسكرية ما بين الجيشين اللبناني والأمريكي ليست بجديدة وهو لا يدعو إلى قطعها بل يدعو إلى مراقبتها وتنظيمها أكثر وأيضا يحذر من طلبات يمكن أن توجه لهذه الجهة العسكرية أو تلك من أن هذا لن يكون في مصلحة أحد مشروع يهدف إلى تدمير هذه المؤسسة وإلا لشو الهجوم على الجيش اليوم بالوقت يلي نحن بأحوج ما نكون إلى المؤسسة العسكرية يلي هي ضمنها الوحدة الوطنية هلأ طبعا قد يكون هناك هدف آخر هو أنه يمكن مشان الانتخابات والرئاسي قيادة الجيش لم تعلق على كلام نصر الله ولا حتى رئيس الجمهورية باستفاته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا أن معلومات أكدت أن المؤسسة العسكرية تتعاون مع غير دولة في مجال التدريبات والعتاد لا أكثر ولا أقل دارين دعبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر